على مدار شهرين من العمل وضمن مخطط جزائرية لتوفير المياه في المناطق النائية والمحتاجة بغزة انتهى العمل من إنشاء واحدة من محطات التحلية وما تضم من بئر للمياه وأصبحت جاهزة للاستخدام بأحدث أجهزة تقنية المياه في هذه المنطقة النائية تنشئ جمعية البركة الجزائرية هذه المحطة وهذا البئر كصدقة جارية ومساهمة ووقف في قطاع غزة وفلسطين اليوم هذا العمل نستمر به على مدار شهرين متواصلين من أجل الوصول إلى مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تخدم قطاع غزة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وفي ظل عدم توفر مثل هذه المياه العذبة مكان إنشاء المحطة يقع بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وهي لصالح نادي اتحاد خان يونس البلدي وقيمت مراسم افتتاحها بحفل حضره لفيف من الرياضيين وشخصيات سيادية أخرى هذه المحطة تخدم نادي اتحاد خان يونس الذي يرتاد مئات الأشخاص يوميا هذه منطقة مقتضة ومستحمة بالسكان المنطقة المحيطة بها يقطنها نحو سبعين ألف نسمة هذا المشروع يخدم النادي بالشكل الأساسي ويخدم أيضا زوار هذه المنطقة والمنطقة المحيطة مسؤولون في سلطة المياه وجودة البيئة تحدثوا عن أهمية إنشاء هذه المحطات والتي يأتي إنشاؤها في ظل أزمة التلوث والملوحة في مياه الخزان الجوفية هذا المشروع بالتأكيد هو مشروع هام وحيوي ومهم لسكان المنطقة أيضا سيعمل هذا المشروع على توفير مياه الشرب لسكان المنطقة في ظل العجز الموجود في مصادر المياه المتوفرة لدى هذا الشعب من قبل البلدية في ظل أزمة المياه الموجودة داخل قطاع غزة إنشاء هذه المحطة يأتي ضمن باكورة من عشرات المحطات والآبار سيتم إنشاؤها هذا العام في كافة محافظات قطاع غزة بدعم جزائري في محاولة لحل أزمة المياه باعتبارها شريان الحياة شعب يوسف قناة النهار غزة فلسطين